بمناسبة اختتام العام الدراسي لطلاب وطالبات التوجيه في مدرسة الفرير دي لسال بعمان رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفلة خريج الفوج السادس والستين الذي أقيم في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب اجتمل الحفل الذي بدأ بدخول موكب الخريجين على دعاء رفعه أحد طلبة المدرسة تلاه كلمة مديرة الكلية الدكتورة رائدة القصار التي نصحت فيها الخريجين إلى مواجهة مستقبلهم بعزم وأمل وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين